اشتركوا في القناة في القدر والمنزلة غلو وفي السهم غلو وأفعالها جميعا غلا يغلو قال الله تعالى لا تغلو في دينكم والمراد به هاهنا الغلو في الدين كما في الآية الآن فت الذكر والغلو في الدين من الضلال كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهوى قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ما هي أسباب هذا الغلو من يحاول تقصي ودراسة الأسباب والعوامل الكامنة خلف هذه الظاهرة يجد أن من أبرزها الجهل بالإسلام إن من الأسباب الأساسية لأي غلو وانحراف فكري لدى المسلمين هو الجهل بكليات الإسلام وعمومياته في العقيدة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والأخلاق وقضايا الثقافة والحضارة المختلفة التي تشكل محك الحاجة الفكرية والعملية وتعالج المشاكل والقضايا الحضارية المستجدة في عالم المسلمين وغير المسلمين ونتج عن ذلك الجهل التقهقر الذي أصيب به المسلمون والحالة المتردية التي وصلتها أكثر مجتمعاتها ثانيا الميل إلى التشدد فيظن بعض من لا علم له ولا فقه لديه أن الميل إلى التشدد والتزمت دليل التدين والتقوى والصلاح كذلك تجد أن فطرتهم السوية انتكست فأصبح لا يستسيق إلا لفظ حرام ومحذور ولا يجوز وكفر وشرك ونفاق ظنا منهم أنه كلما ازداد المرء تشددا في دينه ازداد تقوا وقربا من الله وهذا الجهل بحقيقة الدين ثالثا البعد عن علماء الشريعة الراسخين في علم كتاب والسنة الذين عرفوا بالنصح للأمة حكاما ومحكومين رابعا التلقي عن أهل البدع والأهواء والانحرافات الفكرية وهذه نتيجة منتظرة للجهل بالعقيدة والبعد عن معانيها العظام خامسا الجهل بحقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة وذلك أن عقيدة أهل السنة هي الحارس بإذن الله من كل انحراف لأنها هي الصراط المستقيم والمنهج القويم وأساس هذه العقيدة تحقيق التوحيد ومن حقق التوحيد فأسلم حقا سلم المسلمون من لسانه ويده ومن آمن حقا أمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم سادسا وسائل الإعلام حيث أصبحت من أكثر الوسائل فتكا وتأثيرا في حياة الإنسان وأفكارهم وقناعاتهم ولقد استخدمت وسائل الدعاية والإعلام وأمثالها لتزييف الثقافة والفكر وتضليل كثير من البراء وحرف مسار الفكر الإسلامي والأخلاق الفاضلة عن طريق الفنون والآداب المنحلة والثقافة المنحرفة ثالثا طرق علاجه ويمكن إجمال طرق العلاج في عناصر كما يلي النهل من العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء ويكون بذلك بطلب العلم الشرعي والحرص على تلقيه مع الصدق والإخلاص في هذا التلقي دون استعجال الثمرة أو استبطاء النتيجة لأن التأصيل العلمي قارب النجاة دون الأفكار المضللة والمشارب الهدامة وبه يترسخ الوعي الشرعي الصحيح لكثير من القضايا المهمة ولا يتم ذلك على الوجه الصحيح المأمون إلا بملازمة العلماء المأمونين والرجوع إليهم فهم ورثة الأنبياء ومصابيح الهدى وكواكب الدجا وهم الجبهة وهم الجهة الموثوقة في الفتياء والنوازل والمهمات وليس أنصاف المتعلمين ولا أشبارهم ولا أشباههم يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ثانيا نهوض العلماء بالبيان وتوجيه الشباب ولهذا العلاج المنزلة العظمى في دفع عاصفة الغلو والتطرف إذ مرتكس المتطرفون في ذلك المصرع إلا من قبل أدعياء العلم وأشبار المتعلمين ودعاة الفتنة فعلى العلماء الراسخين الأثبات مضاعفة جهودهم في التخصصات العلمية والمعرفية والدعوية كافة ومحاصرة الشباب في حصون الدروس للنافعة وقضاياهم الملحة وهمومهم الفكرية والنفسية والمستقبلية كي يتلقى الجيل المنهج الشرعي الوسطي المعتدل وكي يشعر الشباب أن العالم هو حسهم الصادق وقلبهم النابط ولسانهم الناطق ثالثا التزام الرفق والوسط ومجافات الغلو والشطط ويسلك في ذلك طريق المناصحة والمناقشات العلمية الهادئة المحفوفة بالشفقة والرحمة بالمخالف المريد للحق لأن الإسلام حرف العنف والقسوة سواء في القول أو الفعل مقابلا ذلك بالرحمة واللين والسماحة واليسر وذلك في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي قوله يريد الله أن يخفف عنكم ويقول سبحانه في القول الهين اللين فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وحسبنا قول الحق تبارك وتعالى ولو كنت فضا قريض القلب لم فضوا من حولك وذلك هو الأدب الإسلامي الرفيع في كل الشؤون والمجالات ومن مشكات النبوة قوله صلى الله عليه وسلم البديع الرائع الذي هو بحق منهاج حياة وحياة الحياة في الحث على الرفق وتبشيع العنف بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف رابعا انضباط الفتوى وحصرها في الأكفاء ومن الحلول الأكيدة الناجعة التي تستوجب العناية من عامة الأكطار الإسلامية والجهات الشرعية والقنوات الفضائية توقير شعيرة الفتوى وتعظيم منصب الإفتاء وعدم التجاسر عليه من قبل الأدعياء وأنصاف المتعلمين أو الإعلاميين والصحفيين الذين يؤججون بفتواهم ألسنة الإرهاب وإن من أجل الأمثلة التي يحتذا بها في الفتوى المنضبطة المؤصلة المنحصرة في الأكفاء والثقات ما تنعم به بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله في ذلك مما بوأها قمة الثقة والنفع لدى المستفتين في العالم أجمع بفضل الله ومنته ولا يقلل من دور الجهات الموثوقة للفتوى في عالمنا الإسلامي قاطبة خامسا الاهتمام بمقاصد الشريعة ومما لا يخفى على من أراد الإصلاح أن العناية بمقاصد الشريعة وقواعدها العامة وكلياتها علما واحتجاجا وعملا وانتهاجا وتعرفا لحكمها وأسرارها ومراميها وآثارها في علاج القضايا والملمات والنوازل والأزمات أمر مهم في علاج المفاهيم المنحرفة والأراء الفجة الشاذة التي لم تراعي حكم الحق تبارك وتعالى في أحكام المكلفين من الرحمة واليسر وحرمة الدماء والأنفس المعصومة ولا يطلع بهذا الركاز الأثمن في قول فصل ينبني على فرع وأصل إلا قادة الأمة وعلماؤها وأهل الحل والعقد فيها ومفكروها ومثقفوها وحملة الأقلام ورجال الأعمال والإصلاح سادسا العناية بفهم العلم على منهج سلف الأمة لما كان العلم هو نور الأبصار والبصائر والقائد إلى أعلى الدرجات والمراتب وبه تنال أغلى المناقب كان من لزومه ومكتضاه فهمه على منهج السلف الرشيد ومهيعهم الأسلم السديد لأنهم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها إيمانا وأحسنها فهما فهما وبيانا ومن بعدهم من القرون المفضلة رضوان الله عليهم ننتقل بعد ذلك إلى قضية مهمة وهي قضية التكفير وفيه العناصر التالية تعريف التكفير وأسبابه وطرق علاجه أما تعريف التكفير فالتكفير هو أحد أنواع الغلو وأحد أفراده بل هو قطب رحاه الذي ترجع إليه وتفيء منه باقي الأنواع ومن وصل إلى حد التكفير بغلوه هانت عليه بعد ذلك الدماء والأعراض والأشلاء لأنها النتيجة الحتمية عندما اتبع هواه بغير هدى من الله وإنما أفرد بالذكر لخطورته وزيادة في التحذير منه ومن غوائله ومع أن جميع أسباب الغلو هي عينها أسباب ظهور التكفير وانتشاره إلا أنه يستحسن التنبيه عن كيفية نشأة التكفير ثانيا أسبابه إن فتنة التكفير يا رعاكم الله الذي أهم العالم وشغل الساسة ونبه القادة وحرك أهل الإسلام وأصحاب الفكر والأقلام لم يكن في معزل عن الأسباب والروافت التي تشغله وتنميه وإن من حكمة القضاء عليه ومناهضته استجلاء بواعثه والوقوف على أسبابه وإن من أخطر تلك البواعث الجهل بالكتاب والسنة وإهمال مقاصد الشريعة إن الجهل بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وبأحكام التكفير وقواعده وكلام السلف في ذلك هو السبب الرئيسي في وقوع مزالك التكفير سواء كان ذلك جهلا مطبقا عند بعضهم أم جزئيا راجعا إلى تأويل واجتهاد لمن لم تكن أهلية